اشتركوا في القناة اكثر على شركة ابل هذه المرة شركة ابل تنوي اطلاق ايفون 9 او باسم ايفون SE 2 هذا الهاتف الذي سوف يتم بالسعر اقتصادي نوعا ما ومع مميزات ممتازة وايضا تنوي اطلاق اي ماك برو واي بات برو وايضا ماك بوك برو جميع هذه الاجهزة سوف يتم اطلاقها نهاية هذا الشهر ولكن بسبب انتجار فيروس كورونا يمكن ما يتم هذا الاطلاق او يتم تأجيله او الغاؤه او مثل كثير من الشركات يتم اطلاق الاجهزة ولكن عبر بث على شبكة الانترنت ايضا انخفاض كبير في قطع الغيار التي مخصصة لاجهزة الابل او اجهزة الايفون والايباد في جميع مراكز صيانته وهذا يسبب ايضا مشاكل كبيرة لناس شركات ابل لانه ما في اي مصنع شغال في الصين وهذه هي المشكلة الكبرى حتى اكبر مصنع لشركة ابل وهو المصنع الذي يصنع جميع جهزتها مصنع فوكسون الموجود في الصين هذا المصنع لم يشتغل اولو شهر تقريبا متوقف عن العمل هذا يسبب مشاكل كثيرة خصوصا اذا كان في طلبات كثيرة ولكن حاليا يوجد انخفاض كبير لشحنات او طلبات الاجهزة في الصين بنسبة 39% وسوق الصيني معروف انه جدا قوي في جميع الاجهزة خصوصا هواتف اجهزة تابلت وهذه الامور هذا السوق الصيني دائما طلباته تكون عالية ولكن بسبب هذا الفيروس الكورونا الذي يسبب انخفاض بالنسبة 39% حاليا جميع الشركات لن تسجد اي ارقام قوية للربعة الاول من سنة 2020 ما هنشوف ارقام قوية مثل اللي كنا نشوفها في سنة 2019 ايضا شفنا انخفاض كبير للتلوث في الصين بسبب توقف جميع المصانع او تقريبا جميع المصانع في الصين متوقفة عن العمل لهذا السبب في هذه الصورة نلاحظ انخفاض كبير لنسبة التلوث ايضا حركة جميلة سوتها شركة ابل لموظفيها دائما شركة ابل تكون منتميزة نوعا ما شركة ابل رسلت حزمة مكونة من مواد غذائية وطبية وايضا يتواجد في هذه الحزمة رسالة لكل موظف وايضا جهاز ايباد لكل موظف جهاز ايباد مجاني مع كامل هذه الحزمة وهذا شيء جدا ممتاز من شركة ابل تعبر فيه عن حبها لموظفيها اخيرا ميزة الوضع الليلي وصلت الى تطبيق واتس اب على النظام اي او اس 13 هذه الميزة سوف تقدم لك ارياحية كبيرة عند النظر الى هذا التطبيق او استخدامه لفترة طويلة ايضا هذه الميزة توفر بشكل كبير نفس البطارية لنفس جهازك هذه الميزة سوف تتوفر على كثير تطبيقات ولكن بشكل تدريجي لكن الوضع الليلي على تطبيق واتس اب الذي وصل الى النظام اي او اس 13 لم يتوفر لكثير من المستخدمين بسبب انه سوف يصل لهم بشكل تدريجي ايضا للأسف لا يوجد كثير ناس يستخدمون حاليا نظام اي او اس 13 ايضا نفس هذه المشكلة على نظام اندرويد نظام اندرويد 10 وصلت له ميزة الوضع الليلي على متجر جوجل بلاي ولكن فقط لمستخدمين اندرويد 10 هذه الميزة التي وصلت الى اندرويد 10 على متجر جوجل بلاي سوف تقدم ميزة الوضع الليلي مع امكانيات تشغيل او ايقاف هذه الميزة ولكن نفس المشكلة انها سوف تصل بشكل تدريجي وقليل جدا ناس يمتلكون نظام اندرويد 10 او نظام اي او اس شركة تي سي ال هذه الشركة اللي استعرضت قبل فترة شهر تقريبا شاشة هاتف قابلة للطي ثلاثة مرات يعني نفس الهاتف يتم طيه ثلاثة مرات الآن هذه الشركة تستعرض لنا هاتف مع شاشة غير قابلة للطي هذه الشاشة قابلة للتمدد يعني هتمسك الهاتف بهذه الطريقة وتسحب الشاشة والشاشة تتمدد مقاس الشاشة يبدأ من 6.75 انش الى 7.8 انش يعني هذا الهاتف يعطيك شاشة قابلة للتمدد تجعل الهاتف تقريبا بحجم تابلت شاشة تكون كبيرة او حتى تكون صغيرة لكن هذه التقنية الى الان لم نراها على ارض الواقع تقنية جدا متطورة ربما تكون اقرب للمستقبل لكن اذا كان هذا الشي صحيح وتم تطويره وتقديمه في العام القادم فهل هتكون افضل من الهواتف القابلة للطي الهواتف القابلة للطي اول ما تم اطلاقها كان جالكسي فود والميت اكس من هواوي جميع هذا الهاتفين كانوا يعانوا من كثير مشاكل لكن قابلة للتمدد نتمنى نشوف شيء زي كده صراحة التقنية كانت جدا جميلة ايضا في الحلقة اللي فاتت الاخبارية تكلمنا ان شركة ابل تريد تقديم هاتف او سجلت براءة اختراع لهاتف تغطيه الشاشة من كامل الجوانب الان شركة ابل سجلت براءة اختراع لشاشة صغيرة تكون مخصصة للهواتف الذكية وبما انها سجلت براءة اختراع لشاشة قابلة للطي يعني هذه الشاشة بكل سهولة يمكنهم تطويرها ويخلوا هذه الشاشة لجهاز ايفون او ايباد هذه الشاشة سوف تقدم لنا جهاز ايفون قابل للطي هذا بحسب اكثر توقعات التقنيين ان شاء الله نشوف هاتف قابل للطي من شركة ابل اما اخر خبر هيكون مع شركة فيفو شركة فيفو استعرضت هاتف نموذجي ايفيكس 2020 هذا الهاتف يمتلك شاشة بمقاس 6.45 انش منحنية 120 درجة يمتلك كاميرتين خلفية وكاميرا للسلفي امامية مخفية تحت الشاشة وهذا تقنية جدا متطورة ايضا قدمت مع هذا الهاتف تقنية اخرى جدا متطورة وهي ان الصوت يأتي من تحت الشاشة هذه التقنية ايضا الى الان ما شفناه في اي هاتف ذكي الرام 12 جيجا بايت وتخزين داخلي 256 جيجا وبكل تأكيد يدعم الفايف جي ولكن هذا الهاتف ايضا يقدم شيء جدا سريع يدعم شحن لاسلكي بقدرة 60 واط 60 واط للشحن اللاسلكي يعني جدا سريع شحن لاسلكي و 60 واط جدا سريع ايضا شركة شاومي كشفت عن شاحن لاسلكي ايضا بقدرة 40 واط يشحن بطارية 4000 ميلي امبير في 40 دقيقة يعني كل 10 دقائق تشحن لك 1000 ميلي امبير وهذا الشاحن لاسلكي هذا كله يوضح لنا انه مستقبل الهواتف والاجهزة الذكية اي جهاز مثل تابلت او هاتف ذكي ربما سيكون قابل للطيء او شاشات قابلة للتمدد اما الكاميرات السيلفي جميعها سوف تكون تحت الشاشة وايضا الشواحن ربما سوف يتم استبدالها بهن شواحن تكون لاسلكية وليس سلكية لانه صرنا نشوف شواحن لاسلكية بقدرة 40 و 60 واط فهذا اكيد هنا هتكون نقطة التحول ويتوجه الناس الى هذه الشواحن حتى البطاريات سوف تتغير من الليثيوم الى الغرافين لانها تدوم اكثر لا تسخن ولا شيء تكون دائما معاك بحرارتها الطبيعية وممكن حتى ما تحسب اي حرارة من هذه البطارية وايضا حجم البطارية يكون اصغر لهذا السبب حتى الهواتف القابلة للطيء ما هتكون جدا سميكة لانه بطاريات الغرافين جدا نحيفة وهذا سوف يمكن الشركات انها تصغر سمك الهاتف هذا كان اخر خبر في هذه الحلقة لا تنسى تشترك في القناة تدعمنا باللايك اشوفكم في حلقة قادمة مع السلامة